بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مشاهدي للعزاء ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من مرامجكم حياة المصطفى لنرحب سوية بضيف الدائم للبرنامج جناب الدكتور عباس آل وهب الشمري حياكم الله دكتور حياكم الله يحفظك الله يسلامكم الله يسلامكم مشاهدينا العزاء لازلنا في رحاب الحديث النبوي الشريف المتواتر في مختلف المصادر السنية والشيعية والمدارس الإسلامية الأخرى ما نصه يا أيها الناس طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الناس بهذا اللفظ الواضح والمباشر والصريح يا أيها الناس إني تاركم فيكم الثقلين أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردى علي الحوض طبعا أخذنا وتناولنا مختلف الجوانب والسياقات والمعاني لهذا الحديث والمفردات اللغوية والتاريخية والإصطلاحية لهذا الحديث وما يختفي ويمكن أن نستنتجه من هذا الحديث طبعا دكتور بالمناسبة مشاهدينا العزاء يمكننا أن نستقبل اتصالاتكم الخاصة بعنوان هذه الحلقة دكتور تفضلتم في حلقات الماضية بأنه أن القرآن والعتراء وهم أهل البيت عليهم السلام لن يفترقا بمعنى أنهما لن يفترقا في التأويل بأنه القرآن متصل بأهل البيت في التأويل والتفسير والفهم ولا نستطيع نحن المسلمون أنه نفرق بينهما في التفسير والفهم إذن هما يمشيان جنبا إلى جنب حتى يرد الحوض أي إلى نهاية العالم وإلى نهاية حياة البشرية دكتور يعني هذا الحديث واضح ونحن نسلم بأهلهم متواتر ولكن لعله هناك تكون جنبة غفلنا عنها وهي أنه كيف لا يفترقا القرآن والعتراء ونحن اليوم في عصر الغيبة يعني بمعنى أنه نحن يجب أن نتمسك بالقرآن وبأهل البيت في التفسير بأنه لا يمكن أن نقرأ القرآن إلا من خلال أهل البيت اليوم أين الإمام؟ يعني اليوم الإمام غير حاضر بيننا ولن نستطيع الوصول إليه وبطبيعة الحال لا نستطيع أخذ المعاني القرآنية من أهل البيت من هذا المصدر فإذن طبيعيا افترق القرآن والبيت افترق بعد غيبة الإمام المهدي فكيف يمكننا أن نفهم هذا الحديث في سياغ غيبة الإمام المهدي؟ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين طبعا مثل ما نتحدث عن غيبة الإمام فإننا نقصد بأننا لا نستطيع أن نتواصل مع الإمام أو نشاهد الإمام أو ندرك أفعال الإمام بحواسنا لكن هو موجود نعم وفاعل وفاعليته في النصوص واضحة بأنه ينتفع به كما ينتفع بالشمس يحجبها الغيم أو الغمام نعم إذن الشمس فاعلة لكن أنت لا تستطيع أن ترى مو هذا معناها انقطع الفعل في ذات السياق الكتاب أيضا موجود ونراه كنص لكن كمضامي كمقاصد هو أيضا غائب عنه يعني مقاصد الكتاب فيما يرتبط بما أراد الله تبارك وتعالى أن يحكم به بين العباد ما دام لا يدرك الكتاب ولا يفسر الكتاب ولا يطبق الكتاب إلا الإمام والإمام في حال غيبة معناها مقاصد الكتاب مظروفة عنده نحن الآن نتوهم بأنه مقاصد الكتاب عندنا فيما يرتبط بالأحكام نعم ليس فيما يرتبط طبعا بالقضايا الاعتقادية وما يتعلق بالعلاقة بين الإمام والكتاب يعني ما يرتبط بمحكمات الكتاب لا مقاصدها واضحة عندنا ومحكمات الكتاب تحديدا المقصود بها المنهج الذي وضعه الله تبارك وتعالى في الكتاب صحيح والذي يرتبط أيضا بالولاية فيما نص عليهم الله تبارك وتعالى بوجوب الطاعة والأخذ بما أتى والانتهاء عمانها هذه المواضيع كلها بحثناها لكن الإشكال اللي طلحتوه يتبادل مباشرة إلى الذهن من أنه طيب أنتم الكتاب عندكم لأنه ما يقصدون بالكتاب عندنا يقصدون جسد الكتاب يعني يقصدون الناس يقصدون الأوراق يقصدون الألفاظ أيضا هذه كلها نعم عندنا لكن هو الكتاب في الأصل أي كتاب في الأصل مبني على أساس المضامين لذلك إذا أخفقت بالمضامين يعني أنت الكتاب بالنسبة إليك لم تحققه ولم تستفد منه بل بالعكس إذا عكست المضامين يعني إذا جاءك كتاب من أحد ولم تدرك المضامين وطبقته ممكن أن يأتي ويعاتبك ويقول لك ما هكذا أردت ولها كذا قصد أن تبددت ما أريد وأسأت من حيث طبعا قد هنا يطرح سؤال أيهما أسوأ لنعطي هذه الاحتمالية أن نقرأ القرآن من دون أهل البيت وبتفسيرات المدارس الأخرى والتأويلات الأخرى والأهواء المختلفة أم أن لا نقرأ القرآن من الأساس قراءة قصد الفهم والتفسير القرآن هو أصلاً مستويات قسم من المستويات القرآن اللي هو المحكم يعني محكم الكتاب هذا ملزم إلينا هذا نستطيع أن نتنازل عنه يعني مثلاً إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون هاي قضية الاعتقاد هنا إحنا أين نقول بأنه الكتاب هذا لا نستطيع أن نقترب إليه من جهة أننا نعتقد بالوصاية عليه أو نتأوله على وفق أفهامنا بمعزل عن المعصومين عندما يرتبط الأمر بأحكام الله أنه نريد أن نطبق أحكام الله على الناس هذه هي المنطقة التي تعتبر منطقة فيها المحذور لماذا؟ لأنها ستطيح بالعدل الإلهي الإطاحة بالعدل الإلهي بعنوان أنك تطبق أحكام الله ستظلل الناس فأنت المشكلة أنه ما عندك الآن صفاء حسن إذا نعزل الحق عن الباطل وانفصال بحيث بديت تعرف الحق وتعرف الباطل فخلاص ماك مشكلة حتى إذا لقيت ناس منكرين للدين ما عندك مشكلة بهم لأن هذا أعلن نفسه أنه منكر للدين فتتعامل ويضم منهجه المشكلة الحقيقية أولئك الذين يحطمون الدين وهم يسوقون بأنهم هم يطبقون الدين بالضبط هذه النقطة هي الأساسية والتي الله تبارك وتعالى حذر منها وبالتالي طبعا دكتور هي ورقة واحدة يمكننا أن نستخدمها مع حضور المعصوم أننا نطبق الحكومة الدينية بحذافيرها مع وجود المعصوم ولكن عندما نستخدم هذه الورقة مع غياب المعصوم ومجرد إدعاءات أننا نمثل الدين أو نمثل المعصوم في هذه الحالة عندما نضع هذه الورقة فإنها ستحرق هذه الورقة وسوف ينكر الناس هذه القضية ليست جديدة ينكر الناس هذا الموضوع أنه هذا الدين الذي كنتم تدعون به أنه سوف يصلح العالم ماذا نتأجه؟ موكسما من الناس لن ينكرون سيدخلون في هذا الدين الفكرة أنه الامتحان الإلهي قائم على هذه القضية رح أبدأ من البداية الأولى من قضية آدم وإبليس إبليس ليس شخصا غير متدين إبليس مشكلته أنه يريد أن ينفذ الدين وأحكام الدين على وفق رؤيته لذلك هو قال أنا خير منه خلقتني من ناري وخلقته من طين ماذا أراد بهذه الخيرية؟ يعني لماذا هو يفضل نفسه؟ يفضل نفسه باعتبار المقاملي المقاملي لأنه أن يطيع آدم أم لا يسجد أم لا يسجد يعني الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم الملائكة سجدوا إلا إبليس لم يسجد لم يقبل الخضوع تبرير بعدم الخضوع كان لأنه هو ناري وآدم طيني الآن إذن هو يعتقد في نفس الأهلية لأن آدم الذي يسجد له آدم الذي يتبعه طيب يتبعه في ماذا؟ هل هو مثلا رجل صناع وراح يصنع لنا مثلا أمور معينة حاجات معينة تلزمنا بحياتنا؟ هل هو مثلا عالم في الكيمياء يدخل للمختبر ويصنع لنا في الشيء؟ لو هو أصلا القضية في الخلافة وفي السجود لآدم قائمة على أساس من يحكم بحكم الله لأن الخلافة في المفهوم الديني هي أن تخلف الله تبارك وتعالى في إقامة أحكام بين الناس وهذا دليل القرآني في قضية داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى إذن هذا العناوين هي عناوين دينية يعني إبليس يمكن أن نفهم منظور آخر أيضا هي قضية التسليم لأنه لو نظن بعقلية وبمنطقية أنه أيهما أفضل إبليس أو آدم إبليس مخلوق من نار يعني حسب مقاييس البشرية النار هو أفضل من الطين لا 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 يعني حسب الفلاسفة عندما تنظر إلى تاريخ الفيديس خذيني أشرح أو عفوا دكتور أو من جانب آخر أنه كان عابدا ساجدا لا وحتى سموا عليها أشعار وقالوا بأنه بأنه إبليس عنصر الناري أشرف قالوا بأنه إبليس عندما افتخر على آدم بأصله الناري فقالوا إبليس خير من أبيكم آدم فتنبهوا يا معشر الفجاري النار معدنه وآدم طينته والطين لا يسمو سمو الناري هذه العقول اللي بيها خلل لتنظر للناس نظرة غريبة أولا إبليس عندما قال أنا ناري لأنه كان يصدر الأحكام يعني يعتمد الرأي الفرق بين الطين والنار أنه النار مشع وإذا أعطيته شيء فسيحرقه ويلقي به الطين يمتص الطين مستقبل آدم طيني لأنه يستقبل الفيض الإلهي كيف الطين الآن مني يستقبل المطر ماذا يحصل يمتص الماء لكن ماذا يحصل يحصل إنبات صحيح الإنبات شيء والإحراق شيء آخر إبليس يحرق ذاته محترقة وتشع فهو يصدر الأشياء فالفارق بين الطين والنار أن الطين يستقبل الإيحاء والوحي ولا يعتمد الرأي يعني الفرق بين آدم وإبليس إن هذا منهجه منهج الرأي وهذا منهجه منهج الوحي مو الفكرة مثل ما نتصور أنا أحسن نار لوطين يعني كعناصر وكموات لذلك إحنا عندنا الآن رواية عن الإمام الصادق عليه السلام من قال بأنه كذب عدو الله من قال له من ماذا خلق الله إبليس أنه من نار القرآن يقول من نار قال كذب عدو الله لأنه هو فعلا من نار لكن النار أصلها الطين لأنه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الشجر الأخضر هو طين يعني بالنتيجة هو ينشع عن الطين مين أنت توقض النار الآن بحياتنا إحنا مين نجي بالنار شيء للطين من الأرض يعني شيء للتراب ماكو شجر ماكو نار صحيح فالعنصر مني يتحدث أحيانا إليدي ميز نفسه ميز نفسه بقضية تالية للأصل الأول اللي هو أنه تكون أنت مثلا حتى الشجر هو منبع الطيني وطبعا هذا المنبع الطيني الآن المتلقي ممكن أن يتصور قضية فقط ماديه جاي أتكلم لأني جاي أتكلم عن قضية منهجية أنه بالنتيجة كل الأشياء مرتبطة بالكائنات الغائية التي الله أرادها يعني لو لها لا خلق إبليس ولا خلق غيرها يعني لا وجدت النار ولا هذا الكائن الذي هو يمتص ويأخذ الفيض السماوي يتلقى الوحي لأجل خلق الله الأشياء البعض من ظهر من هذه المنظومة يعني منظومة الخلق الكلية اللي خلنا نسميها ترابية أو طينية اللي هي قائمة على الاستقبال والإنبات بعد الاستقبال يعني الثمرة تخرج بعد أن يستقبل فيض السماء قسم من عدها لا مشعة تريد تبقى هي اللي تعلن عن نفسها وتعلن على أنه هي على شيء لكن من تقترب الله تحرقك تنهيك هذا التفسير بالرأي التفسير بالرأي يحرق ليش؟ لأن أنت تركف وحامي وأخذت لك رأي ورح يتقبل عند الله والدولة تروح تهجم على العالم اللي خالفوك وتوصفهم بالأوصاف اللي هي أوصاف دينية هذا مشرك هذا رافضي هذا كذا هذا لم يقبل كلها آراء يعني الآن إذا اجينا للدين ونظرت راح تلقي كلها آراء إلا اللي استندوا مباشرة يعني في عصر الغيبة استندوا مباشرة على ما ورد عن المعصومين هؤلاء لأنه مباشرة يحيل وطبعا حتى هؤلاء أحيانا لا ينجون لماذا؟ لأنه إذا أخذ الرواية واعتمد هذه الرواية بفهمه وخاصة وما عنده الإمكانية على أن يدقق ويفهم فهم دقيق فيبدي يصدر أيضا أفكاره إحنا الامتحان مالتنا الامتحان الحقيقي امتحاننا بأنه في اللحظات الحرجة التي هي من أهمها الغيبة الحضور أيضا فيه قضايا لها علاقة باللحظات الحرجة لكن عندما يغيب الإمام هذه لحظة حرجة الامتحان يكون فيها على أعلى ما يكون أنه أنت فعلا لو لا مع الله لو تريد أنت مرات الإمام مثلا في عصر الحضور وتقول الإمام موجودة أنا ما قدر أتصرف أو هو يكبح جماحك دائما وما تجد فرصة لكن عند غيبة الإمام الفرص كأنما تبدو واضحة أنه من تتحدث وتحصل مكانه وطبعا دائما باسم أهل البيت يكون الكلام يعني حتى أولئك الذين يعني كونوا دولا مثل الدولة العباسية وغيرها عندما بدأوا باسم وإلى الآن يعني ماكو أحد يتحدث خارج سياق أنه أهل البيت وأني أريد أطبق تعاليم الدين وما إلى ذلك لكن الرأي عندما ينوجد يعني معناها نوجد المنهج الإبليسي القائم على أساس أنه من ذاتي وأخرج إذا نزل علي شيء من السماء يطفيه يعني إذا تخيلناها الآن كيف المطر إذا عندك طين الطين راح ينمو من تجي المطر يعني تنمو فيه النباتات لكن إذا أكون نار تطفأ صحيح إذا في الوقت الذي أنت عندك مثلا الناس لا تلاحظ غيبة لا تلاحظ تواصل السماء مع الأرض تشوف هذا النار هي المشعة وهي اللي ينبينه وهي اللي تقول لك ها أنا ذا وهكذا فلذلك امتحاننا معقد من هذه الناحية ولهذا يعني أنا أشرت إلى هذا الموضوع أنه واحدة من الإشكالات التي وقع فيها إبليس هي قضية التسليم لأنه لم يسلم يعني بغض النظر عن طبعا هذه فكرة جميلة جدا أنه قضية أخذ الوحي وإنبات الوحي الإلهي على شكل نبتة جميلة وإطفاء النار من قبل المطر هذه رؤية جديدة حقيقة لم أسمعها من قبل ولكن لو نظرنا إليها من جانب آخر حتى لو كان النار هو أفضل من الطين حسب بعض المقاييس البشرية عندما تنظر إلى تاريخ الفلسفة وقع في مشكلة أن المشكلة أنه لم يكن لديه تسليم للأمر إلهي يعني على الرغم من أنك مقتنع وأنك طاوس الملائكة وأنك سيد الملائكة وأنك عابد لكذا ألف سنة ولكنك لم يكن لديك العنصر الأساس لإيمان وهو التسليم ولهذا هذا العنصر أفقدك كل شيء وهو التسليم أصلا نابع عن ماذا؟ نابع عن انتظار للوحي يعني ناظر الموضوع إلى أنه أنت مترقب دائما لأن يملأك الله تبارك وتعالى بالحقائق والمعارف مو أنت تترصد اللحظة التي تريد أن تعلن فيها عن نفسك العالمة الفاهمة التي يجب أن تتبع هذه النقطة الإبليسية طبعا موجودة عند كل كائن مختار يعني ما يخلو منها كائن مختار وحرب الكائن المختار أو ارتقاء الكائن المختار قائم على محاربة هذه النقطة يعني ما عندنا واحد إحنا ما بداخله تجي لحظة يستشعر بالأنا بأنه لماذا الآخر لا يسمعني لماذا لا يريد أن يأخذ رأيه هذا يسا بالحالة العادية حتى بالحالة العادية يأخذ رأيك أنه هذا الكوب أخلي هنا أخلي هنا أريد ألغيه نقعد نتناقش أنه هذه الديكور صحيح نغير شيء أحيانا يصير أنه أنا رأيي من ما يسمع الضايق هذا على مستوى بسيط ممكن إحنا جاي نعمل به لكن على مستوى طريقنا إلى الله طريقنا إلى تطبيق أحكام الله قضايا مرتبطة بالعدل القضية مختلفة هم سووا أحيانا خلطوا يعني من يدوك يقول لك وأمرهم شو رأي بينهم شو يعني أمرهم شو رأي بينهم يعني هذا اللي تحدثنا به قضايا إلها علاقة بتقويم حياتهم على مستوى الخدمات على مستوى مثلا كيف يبنون كيف يعبدون طرق يعني كيف التواصل العام أما على مستوى الحق والباطل أمرهم شو رأي بينهم لعد الله تبارك وتعالى غير ويحق الحق الله تبارك وتعالى غير أرسل الرسل حتى يقيمون الحق بين الناس أما على مستوى يعني تشاوروا بياناتهم وهو بالقرآن يقول وأكثرهم للحق بكارهون وإذا بأمرهم انزاح باتجاه الظلم وعدم العدل وما إلى ذلك هذه كلها ما تستقيم فإذن الرأي الدائما الأنا موجودة أخطر أنا اللي هي تحاول بأنه تجذب الناس وتجذب الجماهير حتى يدورون بفلكها يعني يدورون بإرادتها لذلك إبليس كان ماذا يعني يريدهم أن يتبعوه يعني إبليس كان هدفه أن الناس تلتف حوله هو لذلك أصبح عندنا نظرية الاتباع لإبليس نعم اتباع لإبليس والتحذير الإلهي من أنه يملأ جهنم منه ومن من تبعه أجمعين طبعا هناك رواية في البداية والنهاية لابن كثير وكذلك في بعض التفسيرات التوراتية للتلمود وإلى آخره أنه بعد هذا العصيان صار هناك عصيان مدني في الجنة والتحق به جمع من الملائكة لإبليس وحدثت هناك معركة في السماء بين الملائكة بقيادة جبرائيل وبين الشياطين وبين إبليس والملائكة العاصين بقيادة إبليس نعم فإذن هناك دعوة من إبليس للإتباع لا نقدر نبني طبعا هذه أحد التأويلات لهذا نلاحظة ساحنا بهذا البرنامج هذا الذي قلت له أنت إذا ما لقينا المصدر مروي عن أهل البيت باعتبار أنه هناك أخبار غيبية لازم تكون جاية من طرف السماء ما ممكن أنت الآخر الذي ممكن أن يكون ابتعد هو أصلاً مبتعد هو أصلاً يعني ما يقبل بأنه عليه أن يتبع العترة ما يقبل نعم حتى ذا قبل الحديث راح تدرش يطلع لك العترة يطلع لك العترة النساء المعرف يعني يطلبك بمئة سالفة هو مده يقبل فأنت هنا المحذور وعالي جداً ليش؟ لأنه أنت تريد مثلاً تسوق فكرة دينية أنه ملائكة وجبرائيل وحدث كذا وما حدث كذا ما أخذ منه لذلك نقول امتحاننا الحقيقي في أن نميز بين أن يكون هذا هو من الرأي كلمة يفسر القرآن برأيها والتحذير من التفسير بالرأي أصحاب التفسير بالرأي حاولوا أن يبدون رأيهم في هذه النصوص حتى أيضاً يميعوها للدرجة التي يعتبرون بأنه تقولهم ليس من الرأي ليش؟ يعني يقول لك عندي لغة وعندي قواعد إذا تمتل قواعد ليس من رأيهم وين يكون كلام؟ هو ليش؟ العربي اللي نزل به القرآن يعني نزل عليه القرآن وسمع عن الرسول أحاديث مثل هذه هو ما كان يحتاج أصلاً قواعد هو على لسانهم على لسانهم عفواً قعدة القواعد يعني القواعد نشأت نتيجة هذه السريقة اللسانية وبعد ذلك عرفنا بأنه هذه ممكن أن تدون ويصير عندنا نحو ويصير عندنا صرف ويصير عندنا نتيجة المنجز مالته فمن هذه الناحية بعد أنت تبطل عندك قضية مؤاني الآن أروح للقوامي سأعتمدها حتى تطيقكم تفسير لأنني اعتمدت اللغة نعم اللغة ساعدك بس ساعدك في أي موارد على مستوى سطحي يعني على مستوى ما يرتبط بالنصوص المتعركة بك مثل المحكمات يعني أطيع الله ورسوله هذه طاعة الله والرسول هذه محكمة ليش؟ لأنه ظهور هذا النص واضح تحيلك خارج الناس تجعلك أنت عليك أن لا تفعل من دون أن ترجع إلى الرسول لأن أطيع الرسول يعني الأوامر تتجي من عنده مو تتجيك الأوامر تتشغل عقلك وتطلع عندنا أوامر الله قال لي كذا الله أمرك نعم لكن هذه الأوامر فهمها وتطبيقاتها لازم تأخذها من الرسول والأساس الأساس رح يجي أحد يقول شلون إذا الرسول رسا الرسول استجهد الإمام غائب طيب شون وبعدين أنا شون أشتغل الله يريدني أحكم قل لله هو الله سبحانه وتعالى يريد يمتحنك يقول لك راح تتبع منهجي لو تخلق لي منهج إما أنت من نقول امتحان يعني زين مو هنا دكتور منهجية أهل البيئة عليه السلام في الخطاب وكلموا الناس على قدر عقولهم نعم وأهل البيئة عليه السلام كانوا يؤولون ويفسرون القرآن حسب عقل المخاطب نعم اليوم يعني تخيل لو كان الإمام صادق عليه السلام أو الإمام علي عليه السلام اليوم لم يكن لي يتكلم بذات العقلية التي كان يخاطب بها مثلا أهل الكوفة في ذلك الزمان كان يخاطبنا بفهم مثلا الشاب الأمريكي أو الشاب البريطاني أو الشاب الصيني يعني لم يكن ليقتصر في تفسير القرآن حسب عقلية العربية في العراق أو الحجاز لكان لعله خطاب وتفسير القرآن لعله أنا لا أحكم ولن أتكلم بنيابة عن أهل البيئة ولكن حسب هذه المنهجية لعله كان يطرح والتفسير أصد مجامل تفسير قضية بالضوط هو هذا الكلام اليوم بما أنه الإمام غائب يعني نرجع للموضوع الحق اليوم الإمام الغائب يعني وأهل البيئة عليه السلام قالوا نريد منكم أن تكلموا الناس على قدر عقولهم فكيف يمكننا اليوم نخاطب الشاب الأمريكي أو الصيني أو البريطاني بعقلية العربي الذي كان يخاطبه أهل البيئة قبل ألف سنة كيف اليوم حدد أول نوع الخطاب طبعا هذا الجواب ممكن إذا تسمح ناخذ بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء ابقوا معنا سنعود معكم بعد الفاصل قصير الله يا الله الله يا الله يا أهل يا أهل يا أهل يا الله أدعو بقوتك الشديد مراسها فقهرت فيها كل من لا يقهر وبواجهك الباقي إلهي بعدما يفنى الوجود وبالزوال سيؤمر وبنور واجهك إذ عضاء لكوننا فغدى به واجه الدجا يتنور يا غافر الذنب العظيم وها أنا أدعو وفي غسق الدجا أستغفر الله يا أهل يا أهل يا أهل يا رب قضية إرشادية عامة فيما يرتبط بكل القضايا اللي تتعلق بالناس أنت عندك طفل تريد يتعلم المشي تخاطب بطريقة معينة عندك إنسان معين تريد مريض تريد تقنعه يشرب دوة تخاطبه الخطاب هنا مخصوص يعني البيت بني يقول لك خاطب الناس على قدر عقولهم يعني بمعنى أنت بالنسبة إليك يجب أن المعلومات اللي تطيها تكون مترابطة بحيث قدر عقل المقابل إذا عنده مقدمات خاطئة لا تبقى تلقي علي نتائج أكو ناس مثلا مغروس فيه من البيئة أنه توجد بعض الشخصيات هاي الشخصيات عنده بالنسبة إلى شيء مقدس هو رابع لهذا هذا بنسي تخاطبه ما تخاطبه أنت بطريقة أنه كذا 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 فقط إلقاء تهم وكذا لازم تبدأ مثلا بيتقدر الخطاب على صيغة أسئلة أحيانا على صيغة استفهامات مرتبطة بالقضايا التاريخية اللي جرت ويكون الخطاب مثلا ما بمجال للآخر من أنه يستعمل حالة النفور واتهرب من الحق دكتور إذا تسمعني نأخذ اتصال عقيل منك البلاء تفضل عقيل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم إياكم الله وبركة فيكم الله يسلم نعم تفضل ونفع أيضا الله يسلم سؤال إلى جناب الدكتور المحترم الله يحب يعني إذا كان الدكتور يتفق معي في هذا الطرح أن القرآن الكريم ليس كتاب عبادة فقط إنما هو منهج عملي عبادي عمراني ونحن الآن قد احتوشتنا الذئاب أقصد على مستوى البلد وليس على مستوى فرد فما الذي ننتفع به من القرآن الكريم وكيف نعد مائدة نتقوى بها على أعدائنا وليس للصلاة تحياتي واحترامي شكرا جزيلا عقيل عدنا اتصال آخر من سعد من بغداد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا أكرر شكري وامتناني وإعجابي ببرنامتكم الله يسلمك شكرا جزيلا ومن خلال الحرار بين المقدم وبين الأستاذ الغير تكون عندي السؤال التالي نعم ورد عن أهل البيت وعلى ما أعتقد عن الإمام السجاج سلام الله عليه نعم في موضوع التوحيد على أنه البشر أو الشيعة في آخر الزمان تكون العقول عدتها عمق عدتها تكر جديد أي معنى تراكم معرفي هذا التراكم معرفي بتعتقد هو في زمان الإمام السجاج نعم تراكم معرفي وهذا التراكم معرفي يعني يولد نوع من الأسئلة يولد نوع من النقاشات قراءات مثل ما اتطرلتم نعم وأعتقد اللي هي المحرمات أو اللي هي ممنوعات البحث في موضوع الزمانات وخور الأسماء الحسنة وأسماء توقيفية نعم وغيرها في علوم القرآن في التفاتير في الحث على معرفة القرآن وهو غير فقران أنه يسيروا في الأرض وغيرها الثاني عباس اترى لي من خلال الطرح بشكل متتالي كل أسبوع أنه هناك تعجيم أو تحجيم لموضوع العقل أو نفي بعض الروايات اللي وردت عنها للبيت اتباع العلماء في أخر دينكم يعني الناس اللي هم في زمان الغيبة سواء كان يتم عليهم الاختيار من خلال الحقل أو التعاقل أو أنهم هم ضردوا في هذا المجال بتأييج جماهيري واسع مثل ما يحرر بالوصل الحقل أستاذ عباس ماذا يضعنا في خط أنه احنا اشترون انصد غيبة الإمام وأعتذر من أحد يكون يفهم من كلامي أنه وانا مثبت لا وإنما أستوضح من أجل المعرفة واضح شكرا جزيلا أستاذ سعد منون نتجع لسؤال عقيل نأخذ سؤال عقيل هذا وحتى ندخل سؤال أستاذ سعد نعم يعني منهجي نعم ومتابع تماما الذي كنا نتكلم به نعم جيد ومن أعطى هذا الإشكال لأنه احنا طرحنا موضوع بأنه أنت لا تستطيع أن تقترب إلى الكتاب الآن أقول إلى الكتاب يعني إلى أحكام الله وتبينها وتأولها وتطبقها من دون أهل البيت عليه الصلاة والسلام فهنا يقول الآن في عصر الغيبة أعطانا دور للعلماء والعقل وما ذلك فسؤال منهجي نبدأ من عقيل من كربلا قال بأن القرآن منهج عبادي وعمراني كيف يمكننا أن نستثمره في هذه الظروف الحارجة يعني أول شيء إحنا الخلل الذي حصل أدنى أنه البناء يكون مجتمعي موذاتي يعني إذا بنيت الزوات بعد ذلك المجتمع ممكن بناءه أنت ما تقدر تطي إملاءات يعني هي القضية قضية الدين مو قضية عسكرة مو دكتور أنت يعني لتتوقع من الناس أو من عامة الناس بأنه وعدهم هذه القابلية على التفسير والتفكير والتأوي لا مهنى القصد لعلهم بحاجة إلى قيادة دينية كالحسين عليه السلام يعني كان حسين يدعو المجتمع ولم يكن يدعو مثلا أفراد معدودين بالإسم إلى حالات نادرة أنا رح أجيل هذا المثال لأنه بالعكس هذا المثال الإمام الحسين الذوات راسلته وطلبته وراحله الإمام الحسين شوف رح يشتت الموضوع نوعا ما بس لأن المثال خاف يعلق الإمام الحسين عليه السلام بعد بعد هلاك معاوية معاوية راوى الناس الحديد والنار فكان فترة أكثر من عشرين سنة فترة ضغط خاصة على أتباع أهل البيت ومواليد لأهل البيت وعموما أصبحت القضية قضية ملك وملك عضوض فإما معه أو ضده الناس من ضاقت هذا الويل أجدت الفترة التي هي فترة يزيد وخضية جديدة ويزيد كان يتصف بصفات يعني بيها من الفسوق ما بيها فالآن الفترة الإمام الحسين الذي يضط للناس الفرصة فما يصير حتى مدعوم الإمام الحسين أو متسلح بالتقية لكن لابد أن السماء الآن من أتحدث عن إمام الحسين يعني الله يريد أن يعطي إلى الناس فرصة بأنه الإمام الحسين لا يبايع إلى أن نرى مواقف الأفراد الآن والأفراد رسلت والأفراد طلبت وباعت والإمام الحسين يتحرك بتجاهه فخلينا من المثال نحن نأخذ القضية مفككة نحن الآن بطريقة عقلية واضحة حتى أيضا نقول العقل يدخل في عصر الغيبة كيف يجب أن تفكر بالعقل أنت الآن إذا الذوات ما مبنية ففي أي لحظة أي متغير يصير راح البناء اللي بنيته ينهار صحيح نحن عندنا عندنا تفكير معكوس نحن الذوات ما مبنية شون أنت قلت الناس ما تعرف تفسر الناس ما تعرف فالشركة اللي تحولت اللي تحولها إلى كراديس عسكرية الكردوس العسكري عندنا هدف يريد يروح هذا نظام معين تسوي أنت فصائل تسوي سراية تسوي فرق وهذه الفرق تدربهم على سلاح تدربهم على صبر تدربهم تحتاجهم جسدية تطيهم بعض الأمور العقاعدية بس الموظفة توظيف معين ضد العدل اللي تريد تقاتله أو للحماية وما شاكل فذول الناس التنظمتهم بهذا الشكل يعتبر هذا نظام صارم والنظام العسكري تعلمون بأنه أنت تطيع الأمر مهما يكون أنت إذا ردت تسوي الدين بهذا الشكل الله ما يريده يعني الله ما يريد كراديس يخلق لجيوش من الناس اللي ما عندها عقل وتصير هي كلها دين تصير الله أكبر ما ينتفع بيها رب العالمين رب العالمين يريد الذوات تكون ذوات حقيقية مؤمنة بعد ذلك هي تتنظم أو من تتنظم لأن تتنظم تحت لواء الإمام من تتنظم هذه الذوات راح بالفعل تكون أهل الآن خلي ننظر هذا الموضوع نفسه الحياة الدنيا كلها مختبر لهذه الذوات أو لهؤلاء الأفراد لأن الآخرة ليش صارت عامرة رب العالمين من قال بيها أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن وبيها فواكه ذلني الأشياء اللي يقولها خوي جي منها يحطناها هنا سليش هناك وخوي عيشنا حياة أبدية ويخليها بهذه الطريقة يقول لك لا أنا هنا خليط أكو راح تطلع عدي أناس ذواتها شريرة ذواتها متريد وامتحان واختبار هذا الاختبار أريد أفرز منها ذوات الخيرة وتنتقل لذاك العالم بحيث أمن أنه ذاك العالم من خلي نعبر هذا تعبير من يتجيش يعني نسو الكرادي مرح واحد يخرب على الثاني الآن بحياتنا أنت تتجي تتعامل ويا مجتمعات بيها صحيح بالجناسي كلنا مكتوب مسلم مكتوب شيعي مكتوب كذا براحتك أنت صنف بس إذا أجيت على ذوات نحن مختلفين نحن أكو ناس عايشة في قلب الأماكن الشيعية لكن هي إلحات يعني يجدخلها هو بالنسبة إلها كذارة حتى ما تقدر تتعامل وفق هذه المنظومة الآن فلذلك بناءنا اللي نتمنى على الناس أنه يأخذون القرآن ويبنون ذواتهم مو موضوع تعال أنا أريد القرآن حتى أنا يمكن عيش إذا أكو تفاوتات وأكو اختلافات بالأحكام فبعد ذلك أنه أنت أبني نفسك مثل ما أنت تشوف الشيء صحيح ويقربك الدينك تستعين بالعلماء بالناس اللي يعدهم الإمكانية حتى تحقق لنفسك مجالات أفضل في استيعاب الأحكام الدينية لكن مو أن تهمك الآن أنه الآخر شلون آني أنظمها على وفق ما تنظمت لأنه قد يكون رؤيتها مختلفة لنفس لنفس القضية التي أنت تشوفها الدينية جزوة نظرتها مختلفة إذن الانتظام لا يكون إلا مع الإمام المنصوب من الله وبعد أن تكون أنت مستعد هذه القضية لو تلاحظها بالتاريخ روح أرجع إلى مبايعة الناس لأمير المؤمنين ذواتهم ما مكتملة إيمانيا لذلك الإمام عليه السلام لاقى منهم الأمرين رفض بالبداية أنه أنا أكون وزيرا خير لكم هذا إذا فتحتها سأضطينا موضوع الدورة ما ينتهي الحلقة فإذن الآن نلاحظ هذه التغيرات التي حصلت لو كانت النفوس بلغة مرحلة بحيث ممتلئة بالإيمان على مستوى ذات مو لأنه إحنا اليوم شفنا صارت عندنا فترات اللي هي بعد السقوط الناس كلها هبت من تجهب الدين بعدين جدت بإسم الدين جماعات وخدعة الناس ردت الفعل صارت على الدين لأنه ما مسلح هو مده يفرق الإمام عليه عليه السلام يقول لهذا ما رح أذكر القصة كاملة قال يا هذا أنك رجل ألبس عليه اعرف الحق تعرف أهله لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله ليش لأنه ذاتك إذا أصلا ما قادل على أن تعرف الحق طبعا كل ساعة تنخدع وكل ساعة تنتمي الجماعة ويلا خل النظم ويلا خلني ابني وبالنتيجة النهائية تتحول القضية إلى تحطيم للبنى الدينية لأنه أنت بعد ما عندك مجال أن تتعامل تعامل حقيقي مع أناس فعلا آمنوا وفعلا وصلوا أنت تريد يعني تجمعهم على عنوان على اسم هذا ما يعني قد يكون نعم ننتقل إلى سؤال سعاد من بغداد أنه يعني وكأنه كان يعني عتاب غير مباشر أنه في كلامك يفهم من كلامك أنه هناك لعله تدعو إلى تحجيم العقل ومساحة العقل وبالأخص في هذا العصر الحاضر يعني نحن بحاجة إلى انفتاح العقل أصلاً البناء اللي حجيت بيها بنينا عقلية أبتداء لأن نحن عندنا النصوص النصوص تقول أن لله حجتين لله اعتقد على الناس أو كذا حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة أما الحجة الباطنة فهي العقول والحجة ظاهرة الرسل ما معنى الحجة الباطنة يعني لماذا عبر عنها بأنها حجة باطنة قول تقول أيضاً حجة ظاهرة إذا أنا تحدثت الآن بما عندي من أفكار وربطتها ربط عقلي أنا أظهرت الحجة لماذا عبر عنها باطنة لأنها خاصة بالذوات خاصة بالأفرات يعني عقلي حجة علي مو حجة عليك عقلي الرسول حجة عليك وعليه حجة ظاهرة يعني معنى تعبير آخر الله انتخب من بين العقول عقل اعتبر حجة على الجميع يعني قادر على أنه يوصل الجميع إلى إلى الحق يعني هناك عقلاً واحد فقط لا إحنا الآن العقل كنوع كنوع نعتبره واحد ونتحدث عنه واحد لكن هذا العقل كأدات بالتبط باختيارات الكائن يعني فيه تفعيله يعني بالضبط مثل عندك جهاز أو ماكنة أنتج منها المصنع آلاف القطاع ووزعها على آلاف المصانع لكن كفاءة العاملين بالمصانع المواد الأولية بالمصانع طريقة العمل بالمصانع مناخ المصانع راح يحاول كل ماكنة إلى حالة غير نفس السيارة المارسيدس اللي تشوفها بأوروبا من تشوفها بعض البلدان تنقهر عليها ليش أنه تطس منه تحس بها مو سيارة ذيش السيارة الفخمة ولا صحيح القصد أنه أنت الآن من تقول العقل أو الحجة الباطنة الحجة الباطنة غير المنكشفة إيه من تنكشف فقط لصاحبها هذا معناها العقل دوره ذاتي العقول عند الناس الله سبحانه وتعالى جعل إلها قوامية وعلى أساس هي تم الحساب أصلا العقل للحجة الباطنة على أساس أنت تروح للرسول لو ما تروح يعني أنت تقرر بداخلك من نطاك هاي الحجة أنت بعدين راح تستعملها وتأخذ القرار بس هاي الحجة مو آني لأن الله طاني عقل معنى هاني صورة حجة عليك الله يختار سبحانه وتعالى من من العقول يكونوا حجة ويختار أقل الرسول أو يختار الرسول لذلك قال الرسل هم الحجج نعم راح تجيب عنوان الوحي تجيب عنوان الناس بس لماذا الله يعتبرهم حجة ظاهرة إذا تسمح لنا تصال أبو علي ميكربلات فضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم أحلى وسهلا شكرا لك سيدنا العزيز الله يحفظك أهلا وسلم أهلا وسلم نسوله الحاج عباس نعم نعم لخدمت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله وطلقات الله يحفظكم ولموضوع الحلقة ذا سماحك من الفداية كان الحديث النبو الخريف نعم 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 تمام ما أنت ما أنت ما استخدمت تمام تمام الاشكال اللي طرح الأكثر مخدم البرنامج على فرحاتكم اللي يكتب الآية الحديث ثاني يقول بهو الجلاب الإمام المتظر على جهد الله على فرحة ماليا نعم بمعنى للمقابل يعني للمناس المشاكل كذلك حاليا مفترض الإفهام عن نعم عن كتاب لك هذا الثاني اللي طرح ما نعم السؤال معنى أو الاستفهام هل الموضوع المتظر للحديث كان عام ولا زال هو عام لأسفة المسلمين لأمة الإسلام يعني ما يخص فئة معين صحيح نعم 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 باقي الثاني انه اللي كان أخا أحد بتمسسين بالكتاب وأهل البيت سلام الله عليهم نعم ليش احنا ما منقطعين يعني احنا احشي لك أبو علي راح يخفص وقت البرنامج إذا تختصوا بسؤال خليني بس وداف الزمير وداف نعم 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 ان شاء الله فإحنا نعم 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 ما منقطعين إلى أن عصر الغيبة نعم فأما إذا تبقض الصرف الثاني اللي هم بقيت شكفون فهذا بعد يعني سيكون التوضيح من أحسنت أحسنت شكرا جزيلا نبو عليك الله يبارك شكرا جزيلا خليني أخذ يمكن بعد دقيق ثلاثة ما بقى جيد ثلاثة دقائق كافية خل أختم القضية هذا السؤال من أعقد الأسئلة زيلا اللي هو الافتراق وقع بالغيبة يعني قد ما أوضحت النقطة أو ما فصلت بها تفصيل دقيق يعني منقلت بأنه إحنا مضامين الكتاب موعدنة يعني معناها عدم الافتراق ما صار لأن الإمام من غاب غابت يعني أنت تتباوع للجسد يعني تتباوع للناس كناس يعني دكتور أفهم من كنامك إذا هيت شبه هاي الحالة يعطل القرآن لا لأن أنا أفرق بين الكتاب وبين القرآن القرآن مجموع ما ما تكلم به الله أو أنزله الله على رسوله قلب هذا قلب هذا القرآن هو الآيات المحكمات اللي هي من الكتاب اللي هي تدعوك إلى ولاية أهل البيت يعني تدعوك إلى اتباع الرسول أو اتباع من ينصبه الله هذا قلب القرآن وهذا ملزم عليك ولا يغيب مطلقا وهو الحج فلا يقول أحد بأنه القرآن معطل ما معطل كل شغلة القرآن بالآيات المحكمات وكل القصص القرآني وكل الذكر اجي حتى يدعم هذه القضية نعم يعني القرآن جاء بالأمثال بالمواعظ بالعبار حتى يدفعك باتجاه أنه التزم بالمنهج واتبع أهل البيت تبقى الكتاب اللي أنت ما تستطيع أن تتحدث به اللي هو قلنا الحكم نعم يعني أنت تريد أهل البيت غابوا تريد تجي أنت تقول أنا أصير أنا أحكم ولكم كلام الله جيب لنا مستند من الله أنه أنت تحكم فإذن في هذه الحالة نكتفي بما وصلنا عن أهل البيت عليهم يعني إلى المعصوم لماذا موكلة إلى المعصوم لأنه أنت تطبيق العدل الأخسعة في أقل من دقيقة العلماء انتهى الوقت نحن إن شاء الله نكمل هذا الحديث والأسئلة في الحلقة القادمة شكرا جزيلا ديكتور إن شاء الله حبيبا الشكر ما وصلوا لكم مشاهدين الأعزاء وطبعا الأسئلة بالتفصيل سنجيب عنها في الحلقة القادمة حتى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا